وليفشال كافة المحاولات المعادية التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا يتعين على كافة المواطنين المخلصين بذل قصارة الجهود والحرص على التضافر والالتفاف حول المشروع النهضوي للجزائر الجديدة الذي يقوده بكل جد ومثابرة وعزيمة راسخة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الذي بين بالأرقام في خطابه المرجعي والتاريخي أمام نواب غرفتي البرلمان الخطوات العملاقة التي قطعتها بلادنا في السنوات الأربعة الماضية على مسار التطور والتنمية ونحن في الجيش الوطني الشعبي وثقون كل الثقة من نجاح هذا المسعى الوطني المخلص الخادم للوطن والمواقع زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر